السلام عليكم ورحمة الله وبركاته feel يعني أشعر feel happy يعني سعيد I feel happy يعني أنا أشعر أني سعيد I feel happy وfeel بيجي بعدها كلمة اسمها adjective يعني صفة والصفة هي كلمة بتوصف زي عندنا هنا happy سعيد I feel happy أنا أشعر أني سعيد I feel sad يعني أنا أشعر أني حزين happy سعيد sad حزين I feel happy I feel sad I feel thirsty thirsty يعني يعني عطشون I feel thirsty 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 وال-th لازم أطلع فيها الثاني thirsty I feel thirsty أنا أشعر أني عطشون أو I feel hungry hungry يعني جعين hungry 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 I feel hungry 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 جعين hungry 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 أما excited يعني متحمس وفرحون excited 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 I feel excited I feel excited أنا متحمس أنا فرح I feel excited I feel excited I feel excited 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 I feel tired tired يعني متعب ومرهق يعني حد اشتغل كتير فتعبين مرهق I feel tired 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 I feel tired I feel tired I feel angry angry يعني غطبون زعلان I feel angry I feel angry I feel angry I feel angry ولاحظ الفرق بين angry والتانية كانت ايه؟ صح hungry hungry يعني جعين angry يعني زعلان غطبون angry 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 غطبون طيب لما اجي اسأل حد كيف تشعر هقوله ايه؟ هقوله how do you feel how دي اداة استفهام يعني اداة استفهام يعني كلمة بتسأل بتسألني كيف how بتقول كيف how do you feel كيف تسأل how question word اداة استفهام معناها كيف لو جيت لو وحدها زي هنا how do you feel كيف تشعر زي السؤال لو فكرين واللي خدناه قبل كده بتاع how are you كيف حيالك how do you feel how do you feel how do you feel طب لو حد قال لي how do you feel كيف تشعر وانا عايز اقوله ان انا مبسوط فحقوله ايه؟ او فرحون فحقوله I feel happy I feel happy انا اشعر ان انا ايه؟ سعيد I feel happy وعندي كمان هنا some verbs بعد الافعال verb يعني فعل وهو حاجة فيها حركة فيها action يعني حد بيعمل حاجة فعندي هنا مثلا come يعني يأتي come 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 يأتي ام الجو جو يذهب جو جو الفرق بين come و جو وانا واقف في حتة لما حد يجي عندي يبقى اسمه come صح؟ يبقى يأتي لكن لو انا واقف وهو سبني ومشي يبقى هو go ذهب come يأتي جو يذهب soon قريبا soon 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 أنا بكرر كتير عشان تقولوا معايا soon 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 قريبا أما today يعني اليوم يعني النهاردة today ولحظوا أنا ما بقولهاش today لا it's today 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 اليوم today اليوم today 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 أما kitchen يعني المطبخ kitchen 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 مطبخ kitchen 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 من بيقول ورايا kitchen kitchen أما home يعني منزل يعني بيت يعني بيت بصرف النظر عن نوعه ايه هو البيوت أنواع اه مش كل الناس بتسكن في نفس التراز من البيت في ناس بتسكن في apartment شقة أو في قصر أو في فيلا أو في كوخ أو في أي مكان ده كله بالنسبة لهم home زي العش بتاع العصفورة برضو يعتبر home بتاع العصفورة يبقى home هو معناها منزل أو المكان البيت بتاعنا أيا كان شكله home 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 عرفنا أني لما بنحب بنسأل حد كيف تشعر بنقوله how do you feel طب افرد بقى أني أنا عايز أقترح على حد إن إحنا نعمل حاجة يعني يلا نروح المطبخ يلا ناكل يلا نشرب يلا نلعب يعني عايزة يعمل معايا حاجة فقوله إيه أستخدم let's للإقتراح أقترح بيها يعني إيه let's let's يعني let us let دع وقص إحنا let us يعني هيا بنا إحنا يعني أنا وإنتم let's وبييجي بعدها الفعل لازم يكون في المصدر يعني إيه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل بدون أي إضافات ما ينفعش أحط له أي إضافات هو الفعل بيتحط له إضافات؟ آه بيتحط له إضافات ساعات بيتحط له ing أو ed أو s وهكذا لكن المصدر يعني الفعل بدون إضافات زي ما قولنا السيشن اللي فات زي الشاي السيدة من غير لبن ومن غير سكر الشاي السيدة هو المصدر يبقى let's بييجي بعدها الفعل إيه؟ في المصدر فlet's go to the kitchen هيا نذهب إلى المطبخ let's play let's watch TV هيا نشاهد التلفزيون يبقى let's بييجي بعدها الفعل في المصدر وبستخدمها في الإقتروح إحنا كده أخدنا أهم الكلمات في المحادسة يلا نشرح المحادسة وحدة وحدة عندي هنا هاني بيقول I feel happy today أنا أشعر بالسعادة اليوم وبعدين عايز يسأل هانا هي بتشعر بإيه؟ فقال لها how do you feel هانا؟ كيف تشعري يا هانا؟ قالت له I feel excited يعني أنا متحمسة وفرحانة وبعديها على طول قالت له السبب ليه هي فرحانة ومتحمسة علشان باباها جاي البيت Daddy is coming home soon Daddy يعني بابا is coming come يعني يأتي is coming يأتي إلى المنزل قريبا soon قريبا هنا هي مستخدمة is coming ده مضارع مستمر is وcome وing وعشان come verb come أخر e فلما باجي أضيف له ing بحذف الإيه أي فعل أخره إيه لما بضيف له ing بحذف الإيه وحط ing طالما الإيه غير منطوقة زي هنا أنا بقول come الإيه ما نطقتهاش يبقى خلاص لما حط ing ing أحذفها وكمان لما أنطقها مش حنطق الجي حنطق ال-n وال-g مع بعض بإن فيها غنة بتخرج من الأنف والثاني تحت فأنا حقول Daddy is coming مش coming Daddy is coming home soon أنا سألت يوسف قالت له how do you feel يوسف كيف تشعر يا يوسف فيوسف قال لها it's hot hot يعني حار الجو حار يقصد به هنا طبعا الجو كلمة hot معناها ساخن أو حار it's hot وال-o فهات بقولها a hot hot وبناء عليه بقى بما أن الجو حر هو عطشان I feel thirsty I feel thirsty أنا أشعر بالعطش صدقتهم قالت me too أنا أيضا يعني هي أيضا إيه عطشانة وزودت بقى حاجة تاني قالت and I feel hungry وكمان جعانة يعني يوسف عطشان وهي عطشانة وجعانة كمان I feel hungry فهنا اقترحت عليهم أنهم يروحوا المطبخ يجيبوا حاجة يكلوها فهتستخدم إيه في الاقتراح يا طرح هتستخدم إيه آه هتستخدم let's let's go to the kitchen هيا بنا نذهب للمطبخ to have لكي nugget have يعني يملك علشان نجيب يعني خدوا بالكو هنا to معناها لكي مش إلا زي ما بتيجي قبل أسماء الأماكن زي I go to school أذهب إلى المدرسة لكن هنا جاياها جايا بمعنى لكي to have something something يعني شيء مي something something وهنا الجي برضو ما بقولهاش بقولها هي والإن مع بعض something something to eat لكي نأكله وإيت يعني يأكل عارفين eat يأكل eat يأكل eat يأكل كده إحنا قلنا أهمك إحنا قلنا كل الكلمات اللي في المحادسة وكمان شرحناها يلا بقى نسمعوها من غير ترجمة ومن غير أي تدخل ونحاول نفهمها لوحدنا واللي يحب يمثلها هو وأصحابه ويبعتها لي أنشر هولو على الجروب وعلى صفحة القناة يصورها ويبعتها لي بس بصوت واضح وتصوير واضح وأنا هنشر هولو let's go I feel happy today how do you feel Hana I feel excited daddy is coming home soon how do you feel Yusuf it's hot I feel thirsty me too and I feel hungry let's go to the kitchen to have something to eat كده أخدنا كل شيء خاص بالمحادسة وإن شاء الله هننزل فيديو تاني بالتدريبات على اليونت لو استفدت من الفيديو إيه وعد تنسى اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته